السلام عليكم مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لقناة اطباق زوجة هاني اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم تحلية اللي طلبتوها مني بزف سهلة واقتصادية وبزف بنينة لترحلي بولا انتدرتي احلى تحلية بدون بيض بدون جينواز بدون فرن ما بليش كيف نقولكم اقتصادية كتر من هكا ما كانش يعني راح تجربوها و راح تفرحوا بيها و ان شاء الله نتيجة مضمونة من اول تجربة نبدأ على بركة الله في المقادير وش عندنا عندنا الليتر حليب عندنا ثلاث مغارف سكر و ثلاث مغارف تانشا مغرفة كاكاو وعندنا ملعقات كبيرة شوكولات تارتيني اي نوعية تحبوا تستعملوا عندنا غفرت قطو عفوا وعندنا شربات مع لاغون تاع الكارامل ولا الكابريز ولا وش تحبيت تديري لها نحن زيدونا حضروا اكتر في الفيديو هذا وش هنديرو كاول حاجة ناخذ الكسرول نديرو فيها النصف الليتر حليب نضيفو عليه ثلاث مغارف كبارة على سكر ما كترتش هنا سكر لاني حنزيد عليه الشوكولات في الطبقة الاولى ونضيف عليه ثلاث مغارف كبارة عنشا نخلطو مليح بارد في بارد ونضيف عليه الكاكاو الكاكاو انا حبيت نستعمل الذوق يعني الكلاغ وانتوما اللي تحب تستعمل الكاكاو اللي غامق اللون تستعمل السادة كي ما تحب حطيتهم فوق النار يغلو وكل مرة نبقى نخلط ما نغفلش عليهم وش هندير ناخذ غرفية درت فيها شيربت كيلة تها السكرب كيلة تها المخليتهم كي غلى وحطيتهم لي ما حبيتش تستعمل الشيربت تستعمل قصة يحب حليب تستعمل حليب تستعمل لاغوم تاع الفرازي ولي لها قوانديا فرازي ولا تحب تستعمل حتى النيس كافي وش حبيتي تستعملي انتي حرة انا اني نطيكم في الاقتراحات ونطيكم وش درت انا وانتي حرة وش تستعملي ادرت المول درت فيها كي ما شتو لاغوم تاع الكارمل درتها في الشيربت بهم بدل النكهة ودرت القطو هذك شمختو الداخل وستفتو في قاع المول الكريمة نتاعي انا راهي تقلت كي ما را كنتشوفو فيها وهي سخونة ندلها ملعقات عالشوكولات تارتيني تحبو تستعملو شوكولات حبيبات تحبو تستغنو عالشوكولات كتفيو بالكاكاو انا فضلت نستعملها لانو هتزيد لها بنا وتعطيك لنا نكهة اضافية يعني تستبني نخلطو مليح باش تذوب هذيك شوكولات داخل الكريمة الفوار را كنتشوفو فيه هذك هح يعاون باش تذوب لك شوكولات الان وش ندير نفرغها فوق المول التاعي نحاول نساوي السطح نخليها حتى تبرد تماما نعاود نرجع ليها نزيد ندير طبقة ثانية من القطو تستعملو اي نوعية تاع القطو عندكم حتى تقدروا اللي عندها بودوار تقدروا انا ما حبيت نستعملو اقتصادي كما را كنتشوفو ستفتهم وندير طبقة ثانية طبقة ثانية وش فيها النصف اللي ترحلي بلي بقاتنا نضيف عليها كيف كيف نفس المقادير ثلاث مغارف كبارة سكر اللي حبتها حلوة كثر تدير ربعة مغارف مع ثلاث مغارف كبارة عنشة كما را كنتشوفو ونخلطو كلش بارد في بارد طبقة ثانية راح نديرها ذوق فاني وانتوما كما حبيتو بعد ما قدرتها فوق النار راح نضيف عليها زبدة ملعقة كبيرة مع اللافاني وتقدري تستعملي لها شوكولة بيضة تضيفها كنكهة ولا تتلونيها باي لون ولا اي لاغون تستعمليها لا تبدلي النكهة كامل تحبي حتى تديري ازاستها القارس ولا تعل برتوقال انت حرة انا نعطيكم الاقتراحات وانتوما تبقوها على طريقتكم كما تحبو فرقت الطبقة الثانية خليتها بردد تماما واشا ندير انا اضفت اهنا ذوبة شوكولة في بام ماغي اضفت عليها لك 5 خاش حوالي ملعقتين حتى 3 حتى تشوفوها رجعت تلكم كريمية نمسحوها فوق السطح كما راكوا تلاحظو حاولي انك تمشيها بلا ما تطاشي كما قولو السطح المول تحافظي على الجمالية وان بعد تخليها تبرد تماما وارجع التزيين لكم كما حبيته انا كتزيين واش راح ندير عندي هنالشانتية طلعتها كيلة لاشانتية كيلة ناقصة دودوات على الماء بارد ولا الحلب بارد كما حبيتي اضيف لها نوكها اضيف لها عصر القارس ولا قشور القارس ولا البرتقال ولا اضيف لها مغرفة كبيرة على شوكولة ولا كاكاو كما حبيتي اضيف لها انا كيف كيف راني اضيفت لها سادة خليتها هكك وراح ندير تزيين خطوط كما راكو تشوفو بلا بوش عدوي فوق الكيكا التاعي والانقدو نقولو تحليا لانو ما فيهاش كيكا ونزيينها تزيين عشوائي حسب الرغبة تاعكم انا وليداتي ربي احفظهم لي كانو عند راسي هم يقولوا لي ديري لي هكا ديري لي هكا دير الخطط تاعي على ذكران ندير لهم كما حبو العقيق شيات من فوق تاعي اللي بي بي شوكولة ولا دي خيروهم ودرت لها تغبيرة خفيفة تاعي الكاكاو واللي حبيت استغناليها ولا حبيتو تخلوها غير بالشوكولة وحدها ترجع لكم مغواغ حبيتو تديروها انتو حرين حطيها تبرد من بعد قدميها لوليداتك هاي لكم بردت بعد ما كنت درت اللايب معاكم كملت التحلية تاعي انا بردت شوفوا النتيجة كيف شرها قدامكم الله يبارك تزيين عشوائي كما يحبوه الولاد انا درت على حساب وليداتي لانه هم اللي راح ياكلوها احنا نقسمها قدامكم تشوفوها كيفاش دايرة على الداخل صدقوني بزب بزب هايلا القاد طولتهم تحت تلقاوهم شرب شوفو كيف شراهم التحت بزرح بلاستو هو اللي راح يعطيك في بلاست الجينواز هو اللي راح يعوض ويعطيك نتيجة هايلا انا قسمتها مصورت لكمش لمورسو اللولين لانه بزف بقواطين يقاطيني سبقت فيهم ياكلو مباد نكملكم التصوير كما راكو تلاحظو شوفو كيفاش تجيكم طبقات الداخل الله يبارك ممسوحين هايلا بزف بزف راح نقسم معاكم ذو كامورسو شوفو كيفاش تجبديها غير غير بلاتية كيف يقولون مغربية شوفو هالله يبارك شوفو الطبقات شوفو الكريمة كيفاش جات الطبقات التوحة شوكولات هايك من الفوق والبناماء نحكي لكمش صدقوني غير بزف 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 بنينة نتمنى انكم تجربوها وتنال رضاكم واعجبكم ظلا تقدميها لوليداتك كما حبيتي تزيدي لهم لشانتيه وللشوكولات تزين قطي لكم حسب الرغبة تاعكم صدقوني بزف بنينة شوفو الداخل المليح كما راكو تلاحظو فيها هذا بالنسبة للفيديو تاليو إن شاء الله يكون نال رضاكم واعجبكم إن شاء الله تجربوه وشوف تطبيقاتكم ليه ساهل وبسيط ما فيهش مكونات بزف اللي راح تتعجزي عليها نصحك حبيتي انك تجرب بها وتفرحي العيلة تاعك حبيت ندير توضيح فقط بالنسبة لللايف اللي درناه مع بعض في المرة اللي فاتت اللي هو حلوة السيار وصلوني تعليقات إنه الصوت كان راديء في المقادر قلكم سمحوا لي حبيباتي راني خليت هايكم في صندوق الوصف نتمنى تجربوها وتعجبكم وتنشوف تطبيقاتكم ليها كما عاودتوني وبإذن الله تعالى نوعادكم أني حندير هايكم فيديو آخر مفصل أكثر وواضح وإن شاء الله هنا لرضاكم نشهيدكم في الجنة حبيباتي نلتقي في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مفصل unasي AirPods مفتت بشاكل مفصلة